اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثمانية منهم في الكفر في وصف الكفر والنفاق اللي هو كفر وثنتين فقط ثنتين فقط انما الخمر والميسر والانصاب لاحظوا انصاب حتى اللي فيها شرك انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ريتس هذا قذارة ايش قذارة في عالم المعنى وبتنعكس على فكر على النفس القذارة اللي في عالم المعنى انتبالكم القذارة اللي في عالم الحس اللي ممكن تأثر بتأثر القذارة اللي في عالم الحس بتأثر على جانبين الجانب الأول الجسدي وذلك ممكن ينتج عنه الأمراض مثلا والجانب النفسي البناء النفسي مين قال اللي بيعيشوا في عالم من القذورات تتأثرش نفسياتهم مش بس أجسادهم مش بس الأجساد مش بس الأجساد وفي قذارة في عالم المعنى الشرك مثلا ريجس الكفر تمام بتأثيره على إيش على النفس أولا ثم الجسد النفس ثم الجسد الكتل اللي بيأخذه مخدرات على فكرة اللي بيأخذه مخدرات غيب عنه سالة 4 سنين وإذا شكله مختلف تماما الدمر الجانب الجسدي عنده طب ونفسيته تجدها متأثرة طب والكفر ممكن ننعكس على النفس ثم مع الجسد من القلق والواواواواوا وتفاصيل طويلة طب الرجس إذن قضينا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطيرة طب ممتاز إيش علاقة الاجتهاد أنا لما بجتهد وبخطئ هذا الرجس هذا رجس ولا أثاب عليه أثاب ولا لا أثاب أثاب طب إيش دخل منين بتجيبوا موضوع إنه حتى لو أرى أكلنا إرادة كونية إنه هذول معصومين عن الخطأ ومين قال الخطأ الكلام هون عن كبائر الكلام هون عن كفر أصلا عن كبائر وكفر ومن أولها شو قال النساء الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأتي من كنا بفاحشة مبينة فاحشة وهنا عم بتكلم عن رجس اللي هو أيش مستقدر استقدار شديد في عالم الحس أو عالم المعنى طيب ويطهركم طيب قال للمؤمنين الثانيين ليطهركم لا يبدو يطهر المؤمنين كمان تمام شو علاقة هذا بأنه أنا كلامي دين واجتهادي دائما صائب هذا شو علاقته بالرجس هذا لو وافقناهم إنه إرادة تكوينية يا الله هي خلقهم والأمر المهم كمان خلاص معناته نساء الرسول صلى الله عليه وسلم معصومات انهار التشيع كله إذا كان المقصود إرادة تكوينية طيب ما الكلام الخطاب لمين خلاص ما ناتوا معصومين كلهم بما فيهم عائشة اللي قاتلت علي رضي الله تعالى عنه في معركة الجمل برضو معصومة عن الخطأ وعلي معصوم اتنين اللي تقاتلوا معصومين تمام انتبعتوا لش كانوا بدهم يخرجوا نساء الرسول كيف بدو يزبط معهم كيف بدو يزبط معهم بدهم يحصروا القضية في أكام واحد وبعدين يعطوهم صبغة إيش فوق الأنبياء حتى لا خير خلص إذا إرادة تكوينية ومعصومين نساء الرسول انهار التشايع كله أنا عم بقول هذه الآية بقوم عليها التشايع كله راح أطلعهم انتوا شايفين فيه لهم أدلني طيب وذاك العالم الكبير اللي هو الطباطبائي المتوفى 1980 تقريبا اللي من أكبر مفسروه ليش بدو يقيم الآية من هون وكلك بجوز تأليف اللي بعد الرسول معناته بعرف عربي ويعرف تماما انه تزبطش الأمور مش راح تزبط إلا لا ما يقيمها من مكانها وما قللناه شوين بدو يحطها المهم في أي سياق يعني بدأت يجي الآية بعدين تمام طيب آية على السريع اه على السريع قريب يرادة تشريعية يرادة تكوينية وش تشريعية تشريعية البرد علينا برضو قريب عن قاطم لما قار رسول صلصنا لو عنا قاطم محمد قاربت اعطي لها اذا قريب لقطع محمد يدها يعني لو أن فاطمة سرقت لقطع محمد قصده يعني هنا واضح انه طالما بيقول رسول لو أن فاطمة يعني بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها انه بيضع الاحتمال على كل ما لا ما هذه بتي يا شيخ بسم ممكن يخوضوا فيها اللوهاي لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسادة ها بتدخلنا في مواضيع بتعرف بيعرفوا يزرقوا من هون ومن هون بعدين لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك والكلام للرسول والرسول معصوم لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف لا احنا بدناش نخليهم مخرج يلفونا ويدوروا لأن هؤلاء هؤلاء أصل مشهورين في الزكزقة من هون ومن هون لا أنت تعال مباشر 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 في المسألة ما لهم مش دليل بالمرة وأكبر دليل أنهم حيصين أن الآية هون حتى أنه فضل الله ما قالش زي طباطباء قال بس وضعت هنا للمناسبة وضعت هنا للمناسبة الآية اللي هي جزء من الآية ما هي جزء من الآية مش آية وضعت هنا للمناسبة أنه لي وضعها طيب وماذا بتناسب سياق خلاص شو سياق ماذا من للمناسبة هيك بيقول فضل الله إذن المسألة ما لها علاقة لا بإجتهاد ولا بفهم هدول ببساطة التشيع عبر الأجيال تطور 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 بعدين رجعوا بدهم أدلة رجعوا لما تطور وكل يوم الثاني يطلع شغل جديد في موضوع التشيع ما هو التشيع تبلور عبر كورون حتى وصل إلى الصورة الموجودة اليوم يا أخوي طيب بدهم يرجعوا يشوفوا بدهم يرجعوا يشوفوا فبيرجعوا بيمسكوا أي إشي حاولوا هون ورح تشوفوا هذه الآية بالذات لأنها يقوم عليها التشيع كله لأنه مين أهل البيت بعدين بعدين للشيعة والسنة الكلام الآن مين قال مين قال إنه بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم توفي إنه أي ولد جاء لي علي أو الحسن أو الحسين إنه هذا من أهل البيت مين قال مين قال يعني علي بن الحسين من أهل البيت طيب ما فيش بيت أصلا والرسول مات وخلصنا ما فيش بيته خلاص وكيف يعني أهل البيت أنت تقول من قرائبه ماشي أنت تقول من قرائبه ماشي بس من أهل البيت الرسول إذا ترجمة نانسي قنقر